مصر وكابتن أهب جلال حصل على أرقام اللاعبين المحترفين من اتحاد المصر لكورة القدم زي تريزيجيه ونيني وأيضا أمر مرموش وإحمد حسن كوكا وأحمد ياسي رايان عشان يتواصل معاهم جميعا الأيام اللي جاية حتى اللعيبة اللي كانت بقيدة عن المنتخب زي أحمد حسن كوكا أهب جلال قرر يعمل كده عشان يأكد فكرة أن المنتخب باب مفتوح لأي لعب هيظهر بشكل جيد أهب جلال كان اتصل بمحمد صلاح فور توليه المهمة كمدرب للمنتخب ده اللي قاله في المؤتمر الصحفي لتأديبه النهاردة زي ما رأس زيابي كومي قال مجلس الاتحاد المصر قدم استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الاتحاد عقد الوزير جلسة موسعة مع المجلس تناوله خلالها بعض الملفات وعلى رأسها خط الدعم المنتخب الوطني الأول في المرحلة المجبلة وتطورات الأعمال الإنشائية بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة أكد على صحته الكاملة في قارات مجلس دورة اتحاد الكرة ودعمه للمجلس من أجل النهوض بقرة القدم المصرية من اتحاد الكرة إلى رابطة الأندية والنهاردة رابطة الأندية زفت خبر سعيد للجمهير المصرية أعلنت زيادة عدد الجمهير في مباراة الدوري من 2000 إلى 5000 يعني أكثر من الضعف الضعف هو نص يعني 5000 مشجحة هيبقوا موجودين بداية من مباراة الجولة 18 بالدوري كمان قررت تخفيض سعر التسكرة الموحدة من 100 جنيه إلى 75 جنيه للتسيير على المشاجعين لحضور المباراة حلو الكلام حلو الكلام أنه يبقى فيه 5000 مشجحة في كل مباراة في الدوري الممتاز بس المهم كمان أن احنا نروح بقى المتشاط هتقول لي يعني إيه نروح المتشاط هقول لك أنا